أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلط من رحمة ربي إلا الضالون قالوا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا لمنجوهم أجمعين 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 فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وأمقوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر وأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين نعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم